السمنة زي ما احنا عارفين كده مرض مزمن ومشكلة كبيرة صحية وعلى الشكل لكن الفكرة بقى اللي احنا ما نعرفاش ان هو بيبقى كمان بينتشر ان احنا ممكن وده يعني زي ما اتقال كده اضراره ومخاطره تنتقل كمان ممكن لو ام عندها سمنة ممكن ان هي تنتقل للاطفال يعني بمعنى ان في دراسات تحديدا هي اللي حددت هذا الكلام وتكلمت واغريت كمان هذه الدراسات فيها 20-22 يعني لسه دراسات حديثة قالت ان فيه لو فيه زيادة في وزن الامهات الحوامل ده ممكن يقدي لاصابة اطفالهم بمشاكل صحية كتيرة جدا اختارها اصابتهم بالتالي بالسمنة واضطراب فرط الحركة كمان ونقص انتباه يعني الام تبقى تخينة او عندها سمنة او اوفر ويت او زيادة في الوزن بشكل كبير ينتقل ده لابنها اللي لسه جاي الدنيا وملوش اي زنب ان ده ينتقل لمجرد ان هو كانت مامته في الفترة دي لا يحامل فيه عندها سمنة او عندها زيادة في الوزن الموضوع محتاجة انا نفسي افهم تفاصيل عنه كتير بس خلينا نرحب طبعا بيه دكتور او استادة ايمان المراجبي استادة المخوى الاعصاب والطب النفسي بكلية التب جامعة عين شمس مونجور وبجد كل مرة بتفاجئيني بملف مختلف وملف مهم في نفس الوقت وقالي بقى ما كنتش عارف اصلا ان الام الحامل اللي هي اوفر ويت في فترة الحامل ممكن تخلي ده ينتقل لابنها لما يتولد طب ازاي بصي بقى اشهر حاجة معروفة ان لو الام عندها سكر الام لو عندها سكر بيبقى عندها هي زيادة جامدة جدا في وزنها اثناء الحامل وممكن تجيب بيبي سمين جدا لدرجة انه ما بيقدرش يتولد طبيعي لازم يتولد قيصر ده اللي هم ممكن يبقى اربعة كيلو شوية ولا يبقى كامل بالضبط دايما تلاقيهم دول في الامهات السمان اللي هم عندهم سكر دايما البيبي بتاعهم بيبقى كبير لما نلاقي واحنا بنعمل سونار ده كاترة النسا اول ما يلاقوا البيبي كبير حتى لو مثلا دكتور النسا مش هو اللي متابع يعني مش دكتور النسا اللي متابع دكتور سونار عادي اول ما يعمل كده ويلاقي حجم البيبي كبير بيقول لها هو حضرتك مريضة سكر ليه لان السكر طبعا بيرفع الوزن وفي نفس الوقت حتى لو ما عندهاش سكر وهي نفسها عندها سمنة برضو ممكن حجم البيبي يبقى كبير دي طبعا مشكلة كبيرة اول حاجة بتقابلنا مشكلة في الولادة ان هي هتضطر تولد قيصري مش هتولد طبيعي خالص فده في خطورة على البيبي برضو يعني ان البيبي وزنه كبير دي فيها خطورة على البيبي اثناء الولادة مشاكل اللي بتحصل بقى لو تولد طبيعي مثلا وتشد من دراعه وينزل بقى مخلوع الدراع فيه مشكلة الضفيرة العصبية بتاعت الدراع اللي بتغذي الدراع بتشوف انت بعض الناس بتبقى الدراع فيه شلل تام بتشوف ناس رأسهم فيها حاجة من هنا اللي بيبقى الدكتور ضغط على رأسهم بتبقى اه لو تشد بفينتوس حاجة اسمها اللي هو شفاط لو تشد بيه بيتطروا ساعات في الولادة اللي هم حجمون كبير ان هم ما يتطروا شفوتوهم بشفاط اه والله فطبعا يحصل ايه يحصل مشاكل ممكن ينزل ولد بقى بحاجات في المخ نزيف بعد الشر مش عارفين وهو بيتشد برضو دراعه وكده فالحاجات دي كلها السمنة في الام والسكر في الام في مشكلة خطيرة على البيبي طيب هل بس الدراسات قالت ان وفيما بعد بقى يعني ان اطفال الامهات اللي هم عندهم سمنة كتير منهم بيبقى عندهم سمنة زي الام بالظبط طيب هل بس كده لا ده الابحاث اللي اتعملت فيه 20-22 ودائما بجيب ابحاث جديدة وجدت ان الاطفال اللي جايين من امهات عندهم سمنة سواء اثناء الحمل او هم طول عمرهم عندهم سمنة بيحصل فرط حركة وتشتت انتباه للاطفال المولدين من الامهات دول بنسبة اعلى من الاطفال التانين اللي جايين من امهات وزنهم ايديال يا ده ربط غريب جدا بين سمنة او سمنة الام بس ده ده يفهمنا فعلا ليه احنا شايفين فرط الحركة زاد جدا دلوقتي كل واحدة عندها مثلا ما شاء الله ولدين او بنتين او تلاتة تقولك كلهم عندهم فرط حركة معلش ما احنا نبص للام هتبص تلاقي ان عندها سمنة وهي مش واخدة بالها فيه ارتباط ما بين القصة دي ولازم الام تاخد بالها من الموضوع ده السمنة الام اللي بنتكلم عنها دي اللي بتنقل لولادها ده هي بتبقى مثلا جسمها حلو تخنت زيادة في فترة الحمل ولا بيبقى جسمها اصلا مليان وبتتخن زيادة هي بتبقى ان في بنات بتبقى عادي او ستات جسموها معادي وتخنوا زيادة في الحمل اللي اتنين يعني لو هي جسمها كان معقول وزي ما بيقولوا اتضربت في الحمل مش دايما اقولك انا ضربت في الحمل دي والتانية اللي هي وزنها عموما زيادة وعندها قابلية دايما لزيادة الوزن في الحالتين في الحالتين في خطورة على الطفل فطبعا البحث ده مهم جدا وخطير جدا يخلينا بقى البنات حتى الصغيرين بقى يخلوا بلهم من جسمهم لان بعد الجواز ممكن تخلي يعني تجيب اطفال عندهم فرط حركة وطبعا ده مرض مؤرف جدا جدا بصراحة يعني بتلاقي الدنيا مقلوبة طبعا طفل عنده تشت وتنتباه طول الوقت بيفرق هاي بمتعب ليها بعد كده هاي بمتعب ليها وللمدرسين وللمدرسة وكثير منهم من المدرسين والمدارس بيرفضوا الاطفال دي يعني بيقولك بصي طفلك مش طبيعي روح يشوفي ماله او الله طب عمليله دمج طب عمليله لا اطفال الدمج حاجة وفرط الحركة حاجة فاذا بيختلط الامر وتبقى مشكلة كبيرة على الاطفال دول كويس يبقى احنا كده بنتكلم في قصة ان انت نلحق نفسنا من البداية سوء رجل او امرأة قبل ما نوصل للافل معين ليه بقى كوارث عديدة حتى على الاطفال لو احنا بنتكلم للمرأة تحديدا طيب احنا فترة الحامل تكلمنا ان خطر جدا اي مكملات غدائية اي ادوية اي حاجة زي كده فاحنا بنتكلم في فترة ما قبل للسيدات او للرجال في اي وقت لو هنتكلم تحديدا عن الكورس بتاع بيستا وقالب مانتي فيت وازاي ممكن ده يساعد ان احنا ما نمصلش ان يبقى فيه عندنا اطفال بهذا الشكل وفرط الحركة احنا فغينا عنها والاهالي نفسهم فغينا عنهم احنا بنقول بقى للبنات ان احنا من اول 13 سنة فما فوق لو لقيا نفسك وزنك زيادة من البداية احنا الوقاية خير من العلاج فاحنا علشان يعني فيما بعد اولادنا ما يبقاش عندهم اصابة بالسمنة وما يبقاش عندهم اصابة بفرط الحركة متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه لازم ناخد بالنا من وزننا فمن الاول من اول 13 سنة فما فوق انا بعدي نفسي كأنسة ان انا في يوم الايام هتجوز واحمل يبقى انا خلي بالي وخلي وزني مظبوط وما يبقاش زيادة وده يبقى ترند زي ما احنا بنسافر برا في اوروبا وفي كل حتة بنلاقي الناس كلها كده يعني حتى ساعات تسافري اي بلد تبص تلاقي بكلهم رفايعين او تحس ان هو مفيش اكل لا انا عايز اقولك يعني احنا بجد لما بنسافر برا بنحس ان احنا انا بحس انها تخينة جدا هشوفت بقى وانسي ما شاء الله ارفع واحدة على وجه الارضة عمدينة في مصر يعني لا انا ارفع من اكسيمة لا خالص بس بقولك بجد يعني حتى الناس اللي هي حجمها زي بنتكلم بحاجة وستين مع طول مفروض ان هم بس مقارنة فعلا بالخير انا بيجيلي عقدة انا بحس ان انا عايز اخس عشرة كيلو لان الناس دي قرية وعرفة الناس دي قرية وعرفة مشاكل السمنة ومشاكلها على الدولة لان انا كل ما زي ما قلت الحضيك السكر الامراض دي كلها طب ما احنا في الاخر الشخص بيجي له غيبوبة بيدخل في رعاية مركزة وعلى ايه كل ده بيحمل البلد فلوس يعني فاحنا نخلي بالنا من التغذية هي اساس المشاكل كلها فاذا البستا بقى والقلب مالتي فيتا عشان نساعد الناس دي نعمل ايه ناخد البستا بستا ده ناتشرال برودكت مواد طبيعية الياف طبيعية رئيسية تلت الياف رئيسية اللي هو ايه الشوفان وردة الامح والسيليم التلت الياف دول مهمين جدا جدا واحنا بنخس وعليهم كمان كروميوم اللي هو بيزود الحرب طيب بيعملوا ايه الياف دي اول ما باخدهم مياه احنا بناخد الكيس على كباية مياه بدوبهم واخدهم نص ساعة قبل الوجبات الرئيسية سواء تلت واجبات اربع واجبات خمس واجبات والله في ناس الماد عندهم ما شاء الله قد كده هم عايزين ينزلوا يعني مش هنقول تلات واجبات لأ هناخد ممكن كمان لو بناخد اربع مرات في اليوم او خمس مرات ما فيش مشكلة يعني لو انا واجب زياد لا ما بيدورش الكسيد فيه او الزيادة فيه ما بيدورش لا خالص ليه بقى لاننا بعدها مش هاكل يعني انا مثلا لو اخدت بين التلات واجبات الرئيسية واكلت السناك البسيطة اللي هي الوجبة نفسها بتبقى بتتحول السناك ليه لان انا بدل ما باكل كمية كبيرة لا انا باكل حاجة صغيرة قوي بسط الجزء اللي فاضل في المعدة لان الالياف دي نفشت في البطن نفشت في المعدة وعملت لي الحايز ده ملته وفاضلي حاجة صغيرة قوي فاذا انت حولت من اني باكل واجبة دسمة لاني باكل سناكس فطبعا انت عارفة السناكس فالده هيفرق بشكل كبير طبعا طبعا هتخسي هتخسي اصلا هو الجسم انت بتديله كاربوهايدريتو بتديله دهون بتديله بروتين ما هو هيزيد هيزيد لكن لما نحرم ونقلل النسبة وخصوصا ان الكالوريز اللي موجودة في الالياف دي ما فيش يعني الالياف دي ملهاش كالوريز اساسا حاجة بسيطة جدا فاذا انا بضمن ان انا هخسة خس طيب ايه تاني بشعر بالشبع فبالتالي ما ببقاش بجري ورا الاكل هل بس كده لا ده بيسهل الامتصاص بيزبط حركة الامعاء والقولون وما شاء الله مصرم اشهر بلد القولون فيها مضروب بالنار يعني حقيقي ده عشان ايه بقى عشان الزيت والحاجات طبعا ايه الصبح العربية الفلو الطعمية الكوشري كله متحمر مش عارف بايه كل حاجة عندنا للأسف الشديد مدخلين الزيت فيها صح ومش عايزة اقولك ان الزيت في دول اصلا يعني زاست الزيت دي مغلينها قوي علشان الصحة بتاعت الناس فاذا لما ناخد الباستة بالطريقة دي ويا سلام بقى لو اخدنا معايا حاجة اسمها القلب مالتي فيت يبقى ده كورس كامل القلب مالتي فيت مجموعة فيتامينز شاملة وكملة واعلى نسبة موجودة في اي منتج مصري هتلاقي ان احنا فيها فيتامين بي اللي هو بي 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و لغاية 12 دي مجموعة فيتامين بي معروفة انها مهمة للأعصاب للشعر اي واحدة شعرها بيقع دايما الدكتور بيكتب لها فيتامين بي البشرة الكلام ده كله والمخ والزاكرة والانتباه غير كده كمان الزينك والنحاس وفايتامين سي الكلام ده كله مالتي فيتامينز بناخد ساعتها الكورس ده اللي هو الباستة والقلب مالتي فيت من خلال شركة بايو ناتشرلز اللي احنا شايفينها على الشاشة لها موقع اسمه على الفيسبوك اسمه بايو باستة صفحة بايو باستة وفيه ارقام هتنزل على الشاشة دلوقتي اللي هي بنلاقي فيها الوكيل المعتمد الوحيد لهذا المنتج فاذا هناخد الكورس هناخد عليه متابعة مجانية اسبوعية من قبل دكاتر التغذية هناخد كمان هدية علبة فيتامين دي واذا الناس تلحق القفر ده لان فيتامين دي قليل قوي الناس كلها دلوقتي عندها نقص فيتامين دي حقيقي ظاهرة في مصر فهناخد علبة فيتامين دي فري وممكن كمان يتصلوا ياخدوا حاجة اسمها جرين كوفي اللي هي القهوة الخضرة ودي احسن حاجة بتزود الحرق وكمان مضادة للأجسادة بتساعدنا في البشرة وبتساعدنا في النضارة وفي زيادة الحرق فإذا بكل المنتجات الجميلة الناتشرال الطبيعية اللي ما فيش منها خطورة لعلى الست اللي بتردع ولا على السيدة العادية ولا على الرجل ولا على الأطفال من سن 13 سنة يبقى أنا ما عنديش حجة أن أنا أحمي نفسي من أني أستنى لما أكبر ويكون عندي سمنة وزيادة وزنه وأتعرض أن أنا أجيب طفل بعد الشر عنده فارط حركة وتشتت انتبه والوحد دير حق نفسه كمان من الأول ده أعتقد أفضل بكتير يعني أنا من الناس اللي ما بتلحقش نفسها من الأول بالمناسبة بس كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي في الموضوع اللي تتخن إحنا مثلا بعض زي يعني نسيب نفسنا إيه نعد ناكل ناكل كتير وعارفين إن إحنا هندخن فتيجي توزيني نفسك بعد شهر تلاقي نفسك بلاس 3-4 كيلو تندمي تندمي وتبيعارف أن أنت خلال شهر هتدخني 3-4 كيلو لأنك ما بوزت داني بعد ما أدخن 3-4 كيلو أقول آه وقفة هنا بقى بس أنت كده هتعقدي المشاهدين على فكرة لا أنت كده هتعقدي المشاهدين يعني اللي هو عايز أقول بس كت أنا من الناس اللي تسكت على نفسها وعارفة أن هي بتعمل مصيبة وبعد كده تتدارك التدارك ده بقى بيبقى أصعب لأننا لو منعت نفسي من الأول أن أنا زبط أكلي مش هاجي بقى بعد شهر لما أدخن ولا شهر ونص تدي أحرم نفسي وابتدي أبقى ستريت قوي من الأول الموضوع يتلمل أن أنت لو سبت نفسك عارفة اللي هو النظر من بكرة حبتدي زي الامتحان ورعا زي بقيت أمبارح أنا أوكل أكل غير عادي يقول من بكرة دايت أنا النهاردة فطرت كويس كدايت بيتين مسلوقين وبتاع بس طبعا متأكدا أني هجوع وحبوز الدنيا تاني دلوقتي ما هو بقى البستة؟ لا أخذ بقى البستة قبل نص ساعة من الثلاث وجبات مش هتحس بحطة أن أنا هجوع دي أنا بماشي ممكن أجيبه من أي صيدلية وأنا ماشي من الشغل صح؟ يعني وعدت أي صيدلية هم لقيه طبعا موجود في كل الصيدليات وممكن نطلبه من الرقم الموحد اللي على الشاشة وكمان موجود في كل الصيدليات ولو ما لقيتوش بقى تجيبهولي معاك الحلقة الجاية طبعا أناية أناية طبعا أيها إن شاء الله طيب هيل جدا هنروح لسؤال سريع ليه بعد المتابعين عشان برضو ينكون ردين على كله شاماء بتقول أنا وزني 94 كيلو مشكلتي إن كل ما حاول أعمل دايت بلاقي بشريتي وشعري بدأوا يتأثروا وما بقدرش أكمل فهل الكورس ده هيأثر على شعري أو بشريتي؟ زي ما اتفقنا إن احنا بناخد معايا القلب مالتي فيت اللي هو مجموعة الفيتامينز الشاملة وده هيمنع تساقط الشعر وعدم الإحساس بالطاقة وموضوع النضارة هيحفظ عليه في البشرة فما تخافش خالص لو أخدنا الكورس مع بعضه وكمان ياريت لو تطلب الجرين كوفي لإنه أنتي أكسيدنت والأنتي أكسيدنت مهمة كمان عشان أحافظ على شعري وعشان أحافظ على بشريتي حلو قوي لسه فيها سئلة كتيرة ولسه معنا كيس كمان هنشوفها يعني دلوقتي معنا لايف بس هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع دكتور إيمان خليكم معنا حدثنا لسه مستمر مع دكتور إيمان المراكبي ونتكلم عن السمنة وكل مرة بيبقى ملف السمنة مربوط بحاجة مختلفة ومشكلة مختلفة ممكن أن احنا نعاني منها لو ملحقناش نفسنا في البدايات دايما نقول البدايات أفضل أن الواحد يزبط الدنيا أنه لو في مشكلة نبدأ ناخد خطوات عشان نحلها منسيبش نفسنا بعد تفاقم الأزمة نبدأ نحلها إحنا نفسنا هنتعب يعني دي أعتقد نقطة مهمة جدا وواحد يبقى فاهمها خلينا نروح لنقطة تانية احنا تكلمنا عن بيستا وتكلمنا أن ده منتج آمن جدا وأنه بيجي من نتيجة سريعة جدا ومفعوله قوي وفكرة أن انت تتناول دي حاجة ما فيش أسهل منها وابرة عن ساشة أو كيز بتفضيه في كوباية مياه كبيرة وبتقلبه كأنك بتشرب عصير تفاح قبل أي وجبة بنصف ساعة تحديدا طيب أنا دلوقتي لو حتكلم على السعيد الآخر وهتكلم عن الكورس كامل أنا خدت البيستا بس مع البيستا أنا محتاج حاجة بقى تعيد نشاطي مرة تانية تعود أو تحافظ على الفيتامينز اللي أنا بفقدها هل ألف مالتي فيد بقى هنا نقدر نقول هو متكامل مع بيستا ولا الدنيا زي طبعا هو بقى بيعود أي فيتامينز الجسمي بيفقدها وفي نفس الوقت بيديني الفيتامينز اللي جسمي محتاجها أنا يوميا لي حاجة اسمها basic daily requirement يعني الاحتياجات اليومية لجسمي من كل حاجة أنا يعني محتاجة الكلام ده في الكاربوهايدريت محتاجها في البروتينات الكلام ده كله نفس القصة موجودة في المالتي فيتامينز فأنا محتاجة نسبة معينة من هذه الفيتامينز والنسبة دي مقررة ومظبوطة ومقننة ومتوافق عليها طبعا من وزارة الصحة ومن سلامة الغذاء والدواء وكل حاجة هو الباستة يعني الباستة والالفا مالتي فيد فإذا أنا باخد الكلام ده الالفا مالتي فيد علشان أحافظ على الطاقة لأن فيتامين بي ده مصدر إنتاج الطاقة يعني الطاقة في جسمي بتيجي منين من فيتامين بي ففيتامين بي أحد الحاجات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم وبقيت الحاجات الفايتامين سي والحاجات دي كلها محتاجاها في عملية الأيد علشان أنشط الميتابوليزم بتاع الجسم وعمليات الأيد والتمثيل الغذائي لأن أنا بيبقى في مشكلة عند معظم الناس في الحرق فأنا لازم أنشط الحرق والتمثيل الغذائي علشان أقدر أخس الناس اللي هي يقولك إيه أنا ما بيكلش غير وجبة واحدة بس بالليل أول مرة ما يبقى تبقى وجبة ما هو دي بتبقى بقى إيه بطة واخدبالك فما تقوليش وجبة يعني أنا ده أول ما بيقولي بعدين يقولي أكلتي ضعيفة قوي يا دكتور ده أنا بقى طول اليوم ما كلش وبالليل قلت له أيوا بالليل تاكل زي الأسد والساعة كان بتاكل يقولي 12 بالليل طبعا ده غلط تماما إحنا بالصحة عندنا بناكل ثلاث وجبات في اليوم رئيسية وبناخد سناكس في النص بين مثلا أتعاش بدري وبتحصل يعني أتعاش بدري وادخل نام أجي مثلا على الساعة واحدة أصحى في النص أو اثنين أنا جعانة طبعا نعمل إيه يبقى بيستة بقى يعني أخذك وجبة عادي ووجبة بالضبط بدون حاجة بعدي يعني حضرتك هتاخدي الوجبة بدون ما تاخدي حاجة بعدها اللي هي البيستة أنا بعتبر دي وجبة لأن ده مكمل غزائي حلو قوي مكمل غزائي يعني بالضبط كده أنا طول النهار بلف مثلا مثلا يعني رايحة مستشفى بعدها رايحة عيادة بعدها رايحة كذا يبقى في شنطتي موجود الساشت بتاع البيستة حل وأدوبه في أي كبهية مياه وأشربه ممكن حتى فيه ناس بتحطه في إزازة كده زي البروتين واخدبالك وياخدوه معاهم حتى الجيم يرجوه كده زي البروتين ويتشرب بحيث أن هو إيه هيلعب التمرينة بتاعته مثلا نص ساعة أو ساعة وبعد كده هياكل يطلع بقى في الجيم مجمية بقى تبقى إيه لأن إحنا بعد الجيم بطبيعة الحال بني مجعلين جدا بالضبط في نفس الوقت يديك طاقة لأنه فيه كروميوم بيرفع الحر فيه مالتي فيتامينز على فكرة برضو بنسب أقل من اللي موجودة في القلب مالتي فيت فإذن أنا بعتبره وجبة يبقى هو مكمل غزائي يبقى أنا بعتبره وجبة ما نقدرش نقول أن إحنا في بعض المرض يقول لي إيه طبعا أنا دلوقتي هاخده إزاي وأنا مش أكل بعديه يا سيدي ما تكلش بعديه طبعا يعني إحنا بنتكلم أنه هو ممكن يبقى وجبة هي دي لو إحنا جوعنا في وقت غير مناسب نقدر أن إحنا يعني ناخده ونكتفي به دكتور إيمان نورتينا الوقت بيجري والله بس جد استفادنا واتنورينا إن شاء الله في حلقة تانية بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا طبعا عشرة صبح والفقرة دي تحديدا والتوفيق النهاردة للنادي الأهلي حيفرحنا بإذن الله وحنيجي بكرا نقول صباح النصة زي ما احنا متعودين وزي ما النادي الأهلي معودنا مع السلامة دلوقتي نشوفكم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة من عشرة صبح في الأهلي مع السلامة